اشتركوا في القناة عبدالقادر في معرض جوابه على سؤال شفاهي بمجلس النواب ان النتائج التي توصل بها مطمئنة ولا تدعو للقلق واضاف الوزير ان الدراسة الأولية تكلفت بقياس الاثر على الصحة والأمنة والطاقة والتربية الوطنية مشددا على ان النتائج تؤكد ان الاستقرار في توقيت المملكة انهى الاضطرابات التي كانت تحصل وطرة تغيير التوقيت لأربع مرات هذا التصريح يعني ان الحكومة مقتنعة تماما بالابقاء على توقيت جرينيك زائد واحد على طول السنة رغم الرفض الشحبي عزيزي المتابعة اذا كنت اول مرة تشاهد القناة فندعوك الاشتراك عبر الضغط على زر الاحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فورا وقوعه باللقاء